وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنشاء خط ساخن لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدامه سلطة الضبطية القضائية وخلال اجتماع رئيس الوزراء استعرض ضوابط حوكمة منح الصفة الضبطية القضائية للموظفين على قطاعات الاستثمار والأعمال وأشار مدبولي إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح الصفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين ويأتي ذلك لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار كما تم استعرض إحصائية تضمنت إجمالية قرارات منح الصفة الضبطية القضائية عن الفترة من الأول من يناير لعام 2020 حتى الثلاثين من نوفمبر من عام 2022 كذا إجمالي القرارات الملغى والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة فضلا عن إجمالية عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها ترجمة نانسي قنقر